كابتن مصطفى يونس لو الاهل ما كان الزمالك استحاله يحصل معاه نفس اللي حصل من الربطة واتحاده كورا لان كابتن مصطفى يعني دايما كابتن مصطفى برضو من شخصات لا باحترمها ممكن باختلف معاه بس في الاول الاخر ليه كل التأدير والاحترام اولا كابتن مصطفى يعني لو الاهل ما كان الزمالك استحاله يحصل معك لان نادي الاهل عمره ما ينسحب بصراحة يعني يعني أنا ما شوفت أهلي في مواقف زي اللي حصل مع نادي الزمالك في الفترة الأخيرة غير لما يعني مواقف معين إلا لو حصلت على مدار التاريخ مثلا نادي الأهلي قبل كده في مواقف في مواقف بكمل يعني نادي مثلا نادي الأهلي لما خد قرار مثلا كابت صالح سليم رحمة الله عليه لما خد قرار أنه ما يلعبش في دور الأبطال فبناء على كان فيه مشاكل قبل كده سبق يعني كان فيه مشاكل قبل كده نادي الأهلي بيمر بيها فاخد قرار لما تاخد القرار كمل رغم ان ده ممكن يكون عطى للنادي الاهلي في فترات النادي الاهلي غاب فترة كبيرة جدا على البطارات الافريقية لو الناس تتابع والناس متابعة بس لما اتاخد القرار اتاخد قرار خلاص مكمل فيه ماينفعش ياخد قرار وبأموار بالباب زي ما بيتقال عشان كده النادي الاهلي قبل ما بياخد اي قرار ماينفعش مثلا مع احترامي كابتن محمود الخطيب او كابتن حسن حمدي او كابتن صالح سليم ياخد قرار من نفسه كده وهو قاعد بيشوف الجمهور قال ايه يلا انا هطلع امشي مع الجمهور لا انا النادي الاهلي بيتعامل باحترافية النادي الاهلي بيتعامل بأسس وبمعايير وبدراسة فيه مستشارين وفيه مجلس ادارة وفيه اعضاء مجلس ادارة وفيه جهاز فني وفيه مدير كورة وفيه لجنة فيه يعني فيه ناس كتيرة فيه ناس كتيرة شغالة لصالح النادي الاهلي عشان كده النادي الاهلي عمره ما هيحصل معاك كده لان النادي الاهلي قبل ما بياخد قرار بيبقى مدروس بيبقى ماخد الموقف صح عشان كده النادي الاهلي عمره ما يتعرض للموقف ده عشان كده النادي الاهلي متقدم بالبطولات متقدم اعلاميا معنويا من ناحية اعلانات من ناحية سبونسر من ناحية رعاة عشان النادي الاهلي عنده قعدة جماهيرية وعنده قعدة من الناحية المادية هو بيحافظ عليها مهورده النادي الاهلي بيحافظ على الشركات اللي معاه النادي الاهلي بيحافظ على لعبته النادي الاهلي بيحافظ على الجهاز الفني النادي الاهلي بيحافظ على المنظومة اللي موجودة في الرياضة نفسها او في النادي الاهلي بيحافظ على لان هو المكان ده الكيان ده هو اللي بيخليك تنجح بينجحك في كرة القضاء بينجحك في الصلاة في التايرة في السلة في الكرة اليد في كل الالعاب طول ما انت قوي وطول ما انت عندك الشخصية بتقدر تنجح وبتقدر ان انت ما تحطش نفسك في موقف ده عشان كده النادي الاهلي عمره ما يتحط في الموقف ده لان فيه قرارات بتبقى مدروسة قبل ما بيتاخد اي قرار وفي الاخر النادي الاهلي بتعامل باحترافية بيتعامل باحترافية بيتعامل مع مع الاسماء سواء اتحاد الكورة او الربطة او وزير الشباب بيتعامل معاه باحترافية وبيوصل وجهة النظر بتاعته بشكل يحترم بشكل مش مرة واحدة انا باخد موقف لا انا مش هلعب لا ما فيه برضو فيه احترام برضو لما بتحترم مثلا اتحاد الكورة اغم النادي الاهلي بيحترم مختلف مع اتحاد الكورة والربطة في اوقات بس بيديهم التأدير بتاعهم بيديهم الاحترام بتاعهم ما بياخدش موقف وخلاص اه كابتن طارق يحيا لو الاهلي ما كانت زمالك كانت نفس كل ما طالبه طب جماعة ما احنا قلنا والله دايما هو النادي الاهلي ما احنا قلنا ان هو النادي الاهلي جامد يا كابتن طارق وكل الناس دايما بتزعب من الكلمة دي هو النادي الاهلي جامد بايه يا جماعة هو موضوع مش موضوع بتنفذ مطالبي وخلاص النادي الاهلي بتنفذ مطالبه عشان عنده ناس مع احترامي يعني العقلية بتاعتهم بيتعاملوا باحترافية عشان كده بيتنفذ له كل طلبات فيه كلام يعني زي ما بيتقال كده قاعدة يعني بياخد القاعدة كده ما بين مجلس الادارة بيشوفوا القرارات اللي موجودة فيه مستشار بيبقى موجود للنادي الاهلي فبيستشيروا من ناحية من ناحية الزم اللايحة من ناحية العواقب اللي هتحصل على النادي الاهلي فعشان كده النادي الاهلي بيتقال جامد ما هو جامد عشان فيه منظومة شغالة فعشان كده عمر النادي الاهلي ما يتحط في المواقف ده ولما بيتنفس طلباته فهو بيتنفس طلباته بناء على مواقف حصلت مواقف مترقمة عشان كده النادي الاهلي بيتنفس الطلبات بتاعته بقوته بقوت الشخصية بالرموز بالاسماء اللي موجودة اللي بتحترم كل الناس اللي عمر حد من مجلس ادارة تلعى اغلاء غلط في حد ولا غلط في جمهور ولا غلط مثلا في منظومة نادي الزمالك ولا غلط في المجلس ادارة نادي الزمالك ولا غلط حتى في الحتة الاعلامية مثلا نادي الزمالك عشان كده النادي الاهلي بيجبر الكل على احترامه والتقدير ليه